موسيقى أسعد الله أوقاتكم مشاهدين أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حدث الصحافة والبداية مع موقع مركز أمية للبحوث والدراسات الاستراتيجية ونقرأ مقالا لرضا بودراع الحسيني بعنوان الاتحاد الأوروبي من القارة العجوز إلى الرجل المريض وفيه يرى الكاتب أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تم وفق خطة استراتيجية مدروسة بعناية فما كانت بريطانيا لتجري هذا الاستفتاء إلا وقد اتخذت القرار الحاسم قبله موازين القوى في العالم ستفضي إلى نظام دولي جديد متعدد الأقطاب وواضح أن بريطانيا اخترت حلفائها ورسمت استراتيجيتها لذلك وصلت بريطانيا إلى قناعة بأن القارة الأوروبية أصبحت عجوزا ومريضا أين خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هو النتيجة الطبيعية للانسحاب الأمريكي من منطقة الشرق الأوسط يمثل خروج بريطانيا من أهم بنود الصفقات السرية بين الدول الكبرى لتقسيم الأرض وثرواتها بينهم وفق توازرات القوى الجديدة الصراع بين القوى الدولية الغزو المفاجئ لسوريا من طرف بوتين ثم الانسحاب الأمريكي من منطقة الشرق الأوسط واليوم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ما سيحدث في العقدين أو الثلاثة عقود القادمة سيكون مخاضا عسيرا لنظام دولي جديد لا أحد يستطيع ضبط هذا السيناريو والعامل الذي يستهين به الجميع هو الإنسان العربي نهضة الأمة الإسلامية هو سيناريو الكارثة في هذه المرحلة لأنها مرحلة حساسة جدا وهي مرحلة فارقة يرفع الله فيها قوما ويضعوا آخرين فعلا كان عام 2016 عام المفاجآت لكنها البداية وأنا أتوقع مفاجآت للصين والهند وألمانيا وتركيا قريبا حسب قول الكاتب الذي ختم بقاله بالآية الكريمة ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكيرين وفي صحيفة أكشان التركية نقرأ مقالة لوداد بيلجين بعنوان هل تقف تركيا في المكان الخطأ من الشرق الأوسط؟ حيث يبين فيه الكاتب بأن الذين يقولون بأن تركيا تقف في المكان الخطأ في الشرق الأوسط يستندون في ذلك إلى عدة نقاط وعلى رأسها القضية السورية وحصار الولايات المتحدة الأمريكية لتركيا من خلال دعم حزب العمال الكردستاني والاتحاد الديمقراطي أصحاب هذا الرأي يرون بأن للشرق الأوسط دول تتحكم في تصميمه وتشكيله هذه الدول هي من رسمت الخارطة بالأمس بشكل واليوم تريد تشكيلها بشكل آخر وعلى تركيا أن تجد الطريق للمضي معهم إذا كان ذلك ممكنا في رأيي أن أصل المشكلة يكمن في أخذ تركيا لزمام المبادرة من يد الغرب في قضية الأكراد عبر عملية الحل وتبينها للاتفاق مع البرزاني من أجل سلامة ووحدة العراق وموقفها مع وحدة الأراضي السورية لكي لا ننسى فتركيا أخرجت من المعادلة اعتبارا من لوزان واضطرت بأن تكون راضية عن ذلك نتحدث اليوم عن موقفين متبينين الأول موقف الغرب ويكمن في نظام التقسيم الذي يتبعه الغرب في المنطقة ووسيلتهم في ذلك هو زعزعة الاستقرار في المنطقة وجعلها مستنقعا للإرهاب الذي يهدد النظام العالمي أما الثاني فهو موقف تركيا وهو موقف يهدف إلى الوحدة والتضامن والتعاون بين دول المنطقة ووسيلته في ذلك هو دعم حركة التغيير في المنطقة لبناء أنظمة ديمقراطية تتمكن من الاعتماد على نفسها والخلاص من هيمنة الدول الأجنبية فهل تركيا تقف في المكان الخاطئ أم في المكان الصحيح؟ التاريخ من سيحدد ذلك؟ وفي موقع عربي 21 نقرأ مقالا لعلي حسين باكير بعنوان عن الديمونو المحتمل في الاتحاد الأوروبي أشار فيه الكاتب إلى دوافع التصويت في بريطانيا لصالح الانفصال عن الاتحاد الأوروبي حيث تشير بعض التقارير إلى أن عوامل مثل الرغبة في وقف تدفق المهاجرين وتحرير الاقتصاد جاءت على رأس قائمة الدوافع للتصويت لصالح الانفصال لكن كل هذه العوامل حقيقة تخفي وراءها أزمة أعمق تتمثل بصعود اليمين المتطرف في أوروبا وعودت النزاعات القومية والتطرف القومي إلى الواجهة من جديد المفارقة أن الاقتصاد البريطاني كان أول ضحايا نتيجة الاستفتاء إذ انهار الجناه الاسترليني فور إعلان النتائج ووصل إلى أدنى مستوى له أمام الدولار منذ حوالي ثلاثة عقود سياسيا دفع ديفيد كاميرون ثمن الورقة التي استخدمها سابقا رفع سياسية فانقلب السحر على الساحر ولم يعد بإمكانه تدارك الموقف مع إعلانه عن استقالته على اعتبار أنه ليس الرجل المناسب لقيادة عملية الانفصال السؤال الذي يطرح نفسه هو هل سيؤدي الاستفتاء الذي جرى إلى دومينو انفصال في الاتحاد الأوروبي؟ إن الاستفتاء البريطاني قد يكون رأس جبل الجليد الجديد وسيكون الاتحاد الأوروبي محظوظا جدا إن استطاع النجام دومينو قد تخلفه الصدمة البريطانية في وقت يعاني فيه اقتصاديا واجتماعيا وديمغرافيا وحتى عسكريا في ظل حالة الشك وعدم اليقين التي تطبع علاقاته مع الولايات المتحدة من جهة وتزايد النزع العدوانية التوسعية الروسية من جهة أخرى وفي موقع أميا بريس نقرأ مقالا لسيف الرضا بعنوان ماذا يعني خروج حلب من الاتحاد الأوروبي؟ قال فيه الكاتب قد يبدو العنوان غريبا بعض الشيء ففعلا حلب التي صنفت كأخطر مدينة في العالم ليست بريطانيا وليست دولة ضمن الاتحاد الأوروبي إذن لماذا؟ ليس الحديث هنا عن موقع حلب الجغرافي وقربها وبعدها من دول الاتحاد وإنما عن محافظة مزقتها الحرب المستمرة منذ خمس سنوات ولا زالت حلبة الصراع هذه لم يبقى مرتزق إلا وغزاها تعددت أسماؤهم وهدفهم واحد فمن النظام إلى روسيا إلى الأفغان إلى الإيرانيين إلى حزب الله إلى تنظيم الدولة وقوات سوريا الديمقراطية حلب خارج حسابات الاتحاد الأوروبي فلو كانت ضمن حساباته لتحرك ولو جزئيا لإيقاف نزيف الدم السوري على تلك الرقعة الجغرافية التي لطالما تحركت فيها كل قوى الإرهاب بل على إعلان المعارك المفصلية على هذه الأرض ليست المطالبات هنا بأن تتحرك دول الاتحاد وتتدخل في سوريا لا أبدا فمن لم يتدخل عندما كانت حلب تحترق لن يتدخل حينما أصبحت حلب تباد لأن حلب محافظة من حقها أن تحيى كما تحيى دول المملكة البريطانية ومن حقها أن تستفت من يحكمها ومن يقرر مصيرها ومن ومن خروج حلب من حسابات الاتحاد الأوروبي لن يغرق المنطقة وحسب بل سيقود إلى معركة يكون الخاسر الأكبر فيها الضمير الإنساني وختم حلقة اليوم مع موقع شبكة شام ومقال زين مصطفى بعنوان ورحل البطل خالد شامخا وترك إرثا ثقيلا واجب الإتمام خالد العساء الذي لم يكمل عامه الرابع والعشرين كان من ذلك الجيل الذي نبضت الثورة بهم وانتقلت لكل مكان وانعكست بكل الأرجاء اجتهد وتحول منها وين إلى متمرس والأهم كان شجاعا لحد لا يدركه كل من يقف خلف حاسوب أو يتابع الأخبار وهو بعيد مئات أو آلاف الكيلومترات الثورة السورية عندما تفقد كل إعلامي وحامل الكاميرا تفقد عينا لها وروحا ونبضا ويجعلها أقل تأثيرا فكل شخص له أسلوبه وطريقته التي توصل الرسالة لشريحة ما ولكن أمثال خالد وهدي كانوا من أصحاب القاعدة الواسعة والاستقطاب الأكبر والأكثر تأثيرا على مختلف الفئات المحلية والعربية والعالمية خالد رحل تاركا إرثا كبيرا وكذلك حملا ثقيلا على الجميع لا سيما العاملين في الحقل الإعلامي أن يكونوا أكثر جدية وإسرار على مواصلة المشوار وفاءا له ولمئات آلاف الشهداء إذ الحق لا يمكن أن ينطفئ ولكن يتعرض لظلم والتغييب ما لم يصرخ به أحد عزاؤنا لجميع السوريين عموا ولعائلته خصوصا ولهادي العبدالله أيضا الذي وادعه الأخر رفيقا جديدا بعد أن فقدت راد الزهوري وعرفت عن هادي طيبته وتأثيره حينها خالد العيسى وطراد الزهوري هم مثال مئات الناشطين والإعلاميين الذين غابوا عن سماء الثورة ولكنهم بقوا نجوما تضيء الدرب الذي يجب أن يكتمل وبهذا المقال مشاهدين نكون قد وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم شكرا على حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة